شيء آخر أحبائي ولادة يسوع المسيح لم تكن شيء عشوائي فولادة يسوع المسيح الكتاب طبعاً اتحدث عنها واتنبأ عنها بإسهاب بآلاف ومئات السنين قبل ولادة يسوع المسيح ومنشوف في العهد القديم نبوات عديدة نبوات كثيرة لاحصرة لها تتكلم عن مجيء المسيح وبتتكلم عن مجيء الأول ومجيء الثاني تتكلم عن الظروف عن الأحوال وهذه النبوات أحبائي كتبت في أوقات وعصور مختلفة في ظروف تختلف من كاتب إلى كاتب وهذا اندل على شيء بدل أنه الله ساهر على كلمته ليجريها هاي النبوات ابتدأت أحبائي عندما أخطأ آدم وحواء الله مكتوب أخذ زمام المبادرة بالخلاص وذبح ذبيحة وألبس آدم وحواء أقمسة من جل وبعدين أعطى نبوة كتير كتير مهمة أنه الشخص اللي رح يجي بالمستقبل المخلص رح يجي من نسل المرأة المخلص اللي هو المسيح الممسوح من الله رح يجي من نسل المرأة وابتدأت مع مر الزمن تتطور النبوات أنه المخلص رح يجي من صبت يهوذة يهوذة كان الإبن الرابع الإبن الأول كان رأبين والإبن الثاني والثالث شمعونه لاوي بسبب خطاياه من رب رفضهم لكن نبوة تمت في النسل الملكي في صبت يهوذة نسل الأسد اللي جاء منه يسوع المسيح فإذن من نسل المرأة من صبت يهوذة وطبعا ابتدأت النبوات تتحدد من خلال عائلة جاء المسيح من نسل إبراهيم وإسحاق ويعقوب أيضا هذه كلها أحبائي تتميم للنبوات طبعا في العهد القديم ثم منشوف أنه النبوات تتطور أكتر بشكل محدد أكتر أنه المسيح الموعود به رح يجي من عائلة يسا يسا بيكون أبو الملك والنبي داود وأنه المسيح رح يكون ابن داود الشرعي اللي رح يجلس على كرسي داود ويملك على بيت يعقوب إلى الأبد كما تقول عنه النبوة فإذن جاء من عائلة يسا من نسل داود أو من صبت من عائلة داود أيضا لأنه يدعى المسيح ابن داود شيء آخر أحبائي بيتكلم عن مكان الولادة مكان الولادة في ميخة خمسة أما أنت يا بيت لحم أفراطة وأنت صغيرة أن تكوني بين ألوف يهوذا فمنك يخرج لي الذي يكون متسلطا على إسرائيل ومخارجه منذ القديم منذ أيام الأزل فإذن بيتكلم عن مكان الولادة رح يكون في بيت لحم ومش بس بيتكلم عن مكان الولادة بيتكلم عن نوعية الولادة أنه رح تكون ميلاد عذراوي طبعا في تكوين ثلاثة خمسة عشر يقول من نسل المرأة في إشعياء يتنبأ عن الميلاد العذراوي سبعمائة سنة قبل ولادة يسوع المسيح عندما تكلم إشعياء مع الملك أحاز ملك يهوذا يقول له السيد نفسه يعطيكم آية شو هي الآية وطبعا الذي تفسيره الله معنا مش بس بيتكلم عن الميلاد العذراوي بيتكلم عن الطبيعتين ليسوع المسيح في إشعياء إسحاح تسعة والآية ستة مكتوب لأنه يولد لنا ولد في بيت لحم ونعطى ابنا هو عطية السماء وتكون الرياسة على كتفه ويدعى اسمه عجيبا مشيرا إلها قديرا أبا أبديا رئيس السلام لنمو رياسته وللسلام لا نهاية على كرسي داود وعلى مملكته ليثبتها ويعضدها بالحق والبر من الآن إلى الأبد غيرة رب الجنود تصنع هذا